الحمد لله رب العالمين جاء النبيع الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار غمسة واحدة بأمر من الله وفي رواية يصبغ صبغة واحدة أو صبغة في النار ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب لو فرضنا أن الإنسان أن الله خلق إنسان من بني آدم من ابتداء الدنيا إلى انتهاء الدنيا ولم يصبه مكدر من مكدرات الدنيا لم يمت في أثناء هذه الحياة الدنيا ولم يمرض قط ولم يفقر قط ولم يحزن قط ولم يصبه أي مكدر مكدر بل كان هو السيد على أهل أهل الدنيا وكان الكل محتاج إليه وهو لم يحتج لغيره هذا الإنسان لو فرضنا أنه موجود وهو غير موجود مع أن الدنيا كثيرها قليل وكبيرها صغير لو أنه يؤتى يخرج من النار أو يؤتى به فيغمس في النار كما جاء النبي أنه يأمر الله عز وجل الملائكة بأن يغمس هذا الإنسان في جهنم ثم يخرج لاحظ غمسة واحدة ليست غمسات متكررة وغمسة واحدة ويخرج لا يجلس فيها الساعات والأيام والسنين والدهور ثم يسأل هل مر بك خير قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب غمسة واحدة أنسته كل نعيم فكيف بمن النار مسكنه وعذابه عفان الله وإياكم يا أخوان والله يا أخوان أنا حقيقة أقول أن التوفيق فعلا بيد الله سبحانه وتعالى لأن أكثر من في الأرض يريدون النار ويسعون سعيا حثيثا للنار بخلاف الذي عرف الله والدار الآخرة وهو توفيق من الله وحده سبحانه وتعالى لذلك على الإنسان أن يعرف هذه الدنيا سماه الله دنيا من دناءتها عليه ودنو أجلها يجلس إنسان ستين سبعين هذا إذا أبقاه الله إلى هذا العمر ثم يرحل إلى الله عز وجل بذنوب وتكون هذه النار هي مسكنه وعذابه عفان الله أقول يغمس غمسة واحدة ينسى كل نعيم ينسى المناصب والأموال وزينة الحياة الدنيا الفانية لذلك على العاقل أن يعرف ما خلقه الله عز وجل من أجله وفق الله الجميع لمرضاته شكرا لك